السلام عليكم ورحمة الله أهلا وسهلا بالأبطال حبايبي طلاب الصف الرابع العلمي والأدبي اليوم راح ناخذ الدرس السابع ميتينج اند كريتينج المقابلة والترحيب سبي ستودينت بوك صفحة 13 يقول هنا انظر الى الصورة ما الذي تعرفه عن هذا الحدث جر لخضجة وكلمة event معناها حدث مهمة حدث كلمة معناها حدث event معناها حدث ما الذي يحصل عادة at book first ما الذي يحصل في معارض الكتب معرض بوك فيرس معناها معرض الكتاب كلمة فيرس كلمة بيها أكثر من 15 معنى وإذا أنت بطل اكتب لي هذه الكلمة ودور لي عن معانيها لهواية واحفظهن لأنها حلوة وجميلة مثل وجهك الطيب يقول باوعلي على هذه الصورة هذا معرض مع الكتب وبي سوالف يقول شنو اللي يصير دائما بهذا معرض الكتب حلو يقول استمع إلى محادثات اثنية at the fair في المعرض do people know each other or not أي جملة تبدأ بفعل مساعد بالعربي معناها هل أي جملة تبدأ بفعل مساعد بالعربي معناها هل يعني do معناها هل does معناها هل do the people هل الناس know يعرفون each other يعرفون كل شخص بيناتهم يعني واحد يعرف الثاني were not no لا هاي جملة مهمة كلش حباي بيحفظوها do you know do people do the people هل الناس يعرفون هاي جملة مضارع بسيط لأنها بدأت بدو المضارع البسيط يبدأ بدو داز زين خلونا نسمع للمهاية المحادثة هذه المحادثة لازم تسمعها انت صوت بس الصوتيات لحد الآن وزارة التربية ما نزلتهم انا لازم اسمع لك اياهم اتمنى فلذلك بدأ المال وزارة ما تسمعهم انا راح اقراركم اياهم يا بطل كلش احبك هواية I love you اريدك يطلع عنفا انت شوف شي تقول conversation A محادثة A بين منو بين منو بين بسام و سوزان هذه المحادثات مهمة hello سوزان hi سوزان مرحبا يا سوزان good to see you here من الجيد رؤيتك هنا at the fair في المعرض how are things كلمة things معناها الاشياء او الامور how are things كيف هي الامور او كيف تجري الاحوار كيف تسير الامور hi سوزان all good كل شي تمام thanks شكرا and how are you وكيف حالك I have a question my friend لديه السؤال يا صديقي you are my friend انت صديقي what is the difference between thanks and thank you شن الفرق ما بين thank و thank you وين هم الطلاب الشطار الطلاب اللي راح يسألون اساتذتهم و زملائهم ويدوروني على هذا السؤال ويجاوبوني بالتعليقات شن الفرق ما بين thanks و thank you يلا جاوبنا عليه يقول بسام اذا المحادثة تحكي بين بسام و سوزان قال له انا كلش فرحان شاه شفتش هنا شلون الامور قلت لها قلت لسوزان كل شي تمام what are you وانت شلونك بسام fine الحمد لله thanks شكرا what are you waiting for شنو قاعد تنتظرين من اجلي ماذا تنتظرين what are you waiting for هاي جملة مضارع مستمر R وفعل ب-ING سوزان my favorite author is coming مؤلفي مؤلف الكتاب المفضل كلمة author معناها مؤلف مؤلف الكتاب كل شو هم هاي الكلمة my favorite author مؤلف الكتاب المفضل is coming هو قادم مضارع مستمر هاي الجملة and I want and I want him وأريد منه to sign my book وأريد يوقع على كتابي كلمة sign معناها يوقع my book يعني كتابي المحادثة الأولى خلصت تحكي بين بسام و سوزان قال لها شلونتش عندك هنا قالت لا ننتظر هذا المؤلف ما هو الكتاب على مودي يوقع لي بالكتاب هنا هو سألني بالمحادثة يقول لي هنا يقول من تقرأ هاي المحادثة هذول الأشخاص يعرفون بعضهم لو لا yes they do جوابت قلت لا نعم هما يعرفون وراء ما قرأنا من المحادثة كتشفين أن هما فعلا يعرفون بعض صح لون غلطان نعم لأنني قال لها هاي سوزان شلونتش شلونتش أخباريت قالت لا والله جوابت يعني معناها يعرفون ننتقل على طبعا أي شيء بلون أحمر هذا جواب حضايبي أي شيء بلون أحمر أنا حط لك بلون أحمر لون أحمر معناها جواب conversation بي محادثة بي فؤاد بين فؤاد و سوزان فؤاد good morning صباح الخير good morning صباح الخير sorry I'm late آسف أنا متأخر everyone I was lost in the fair أنا آسف لقد ضللت وأنا كنت ضايع lost كنت ضايع in the fair في المعرض أنا كنت ضايع يعني ما كنتندل المعرض وان I was lost يعني مثلا سواء حي يقول هاي guys how are you I'm lost آني ضيضعت آني ما أعرف نفس وين I'm lost معناها I was lost يعني آني ضعت in the fair في المعرض كمل سوزان اش قلت لي where are you هل كنت يعني أكنت كذلك صدوك يجب لتبدأ في المساعد معناها هل هل كنت كذلك well I'm glad you are here now أنا مسرور لأنك أنت هنا السيد جاسم مسر جاسم فؤاد please call me فؤاد رجاء سميني فؤاد مو جاسم what's your name وأنت ما اسمك سوزان قالت له I'm suzan please to meet you مسرورة بلقاءك كلمة please to meet you يعني معناها nice to meet you نفس الشيء هذا إذا أنت تشوف واحد أول مرة بالإنجليزي وتريد تحشو يا إنجليزي تقول لي nice to meet you فأنا إذا ما أشوف واحد أول مرة وأريد أسلم عليه بالإنجليزي يقول لي nice to meet you تشرفت بمعرفتك nice to meet you أو place to meet you أوكي can you sign my book هل يمكنك أن توقع الكتاب ما أنت إذن هنا هذول الأشخاص بالمحادثة الثانية ما يعرفون بعض حتى اسمه ما تعرف قالت لها سيد جاسم ما تعرف اسمه تمام حبايبي إذن هو واحد اسمه فؤاد قال good morning I'm sorry I'm late أنا آسف جد متأخر everyone كل شخص I was lost in the fair أنكل ضايع قالت لها ها أنت تشين ضايع قالت لها I'm glad you are here أنا مسرورة بلقاءك يا السيد يا سيد جاسم قالها please call me فؤاد رجاء سميني فؤاد هي ما تعرف إذن بالمحادثة الثانية رح نقول no they don't لا هما ما يعرفون بعض طيب ننتقل الآن إلى باقي الصفحة طبعا هذا الصوت ما موجود بالكتاب أنا ضفته يا حبايبي ننتقل إلى تمارين الثالث يقول now do exercise a in activity book هنا عدنا تمارين بالactivity book هاي نرجع عليها إن شاء الله بالactivity book ونأخذه إن شاء الله طيب اللي هو تمارين لين رجع لي نجعلها رقم أربعة يقول much the part of the conversations اربط وصل الأجزاء مالتي المحادثات مع بعض أنا عندي جمل هنا وعند هنا تكملة اللي مطلوب من عندي بهذا السؤال أربط هذه الجمل مع هذه الجمل يقول he is a bit light هو كان متأخر هذا فؤاد اللي قلنا عليه متأخر are you enjoying the book fair هل أنت مستمتع في معرض الكتاب هذا الأي الجواب وي رقم اثنين هذا الجواب كتب لكي هنا هذا هو الجواب رقم واحد ياخذ اثنين رقم واحد هنا هذا أي هذا أي جوابها رح يصير ويهي اثنين وأنا حط لك الجواب بلون أحمر هذا هي شيء هنا هذا الخط يعني هذا هذا الجواب رقم أي جوابها أي رقم اي جوابها اثنين قالها yes I'm late really big أنا كنت yes it is really big نعم إن المعرض كلش كبير how is your family كيف هي عائلتك how is your family B of course بالطبع nice to meet you تشرفت بمعرفتك أيضا سوزان where are you from من أين أنت طبعا رقم بي الجواب مالتها ويه واحد اللي هو الناصرية اللي هو الناصرية إذن رقم واحد اثنين هذه أي اثنين و B تاخد واحد نجعل C hello سوزان مرحبا سوزان good to see you here من الجيد رؤيتك هنا at the fair في المعرض how are things كيف هي الأمور هذا المحادثة الأولى لما نشن دا يربط لبين يعني هو هنا توصيل رقم C راح ياخذ أربعة all good الجميع بخير and how are you وكيف حالك أنت إذن رقم واحد اخذت A العفو اخذت 2 و B اخذت رقم واحد هذا الحلق قدامك و C اخذت رقم أربعة و D يقول good morning صباح الخير sorry I'm late آسف أنا متأخر I was lost in the fair أنا كن الضايع D راح ياخذ رقم ثلاثة واللي معناها where you هل كنت كذلك متأخر صدق I'm glad you are here ويا منو هذا الحبار ويا من ياخذ يعني هذول الأشخاص يعرفون بعض لما يعرفون هيك معناها هذا التمرين راح ناخذ حل مالة ان شاء الله بالستيود انتبوك ننتقل إلى رقم ستة يقول listen to the two conversations and look at the pictures استمع لهاي المحدثات وانظر إلى هذه الصور do the people know each other what are they talking about باوعل على هاي الصور وهم يعرفون بعض احتي لي عنهم طيب نروح هنا حبايبي بس حتى للتوضيح تمرين رقم خمسة هذا التمرين موجود بالأكتيفيتو بك راح نحل لحس اكتمارين ما موجود هنا موجود هنا الحل مالتها موجود بالستيود انتبوك راح ناخذها أيضا بالأكتيفيتو بوك هسا نروح على اكتيفيتو بوك درس السابع meeting and greeting صفحة 16 بالكتابة بالستيود انتبوك يقول complete the conversations اكمل المحادثات with the phrases مع العبارات in the books في هذا الصندوق then listen again ثم استمع مرة أخرى and check وشيك هاي المحادثة مالبسام وسوزان وفؤاد هذي اللي قريناها قبل شوية شم سوهنا منطين فراغات قال لي هاي الكلمات نزلهم جوه حسب المعنى وفقا للمحادثة احنا المحادثة سمعناها وقريناها وفهمناها واخذنا الكلمات اللي بيها والآن اريد الفراغات فهذا الفراغ قدامك محلول بسام مثل ما تشوف قدامك سوزان قال all good thanks هذا الحل قدامك محلول ومترجم ومرتب وتومنا قرأنا وترجمنا المطلوب من عندك تنزل كلمات ذنجوه حسب المعنى وقدامك الحل مكتوب بسام قال لها fine thanks what are you waiting for ما الذي تنتظرنا انه انت قال بعدين عدنا المحاورة بين فؤاد وسوزان hi be قال لها good morning sorry i'm late صباح الخير فؤاد قال انا اسف لاني متأخر everyone i was lost انا كنت ضايع سوزان قالت لها where are you هل كنت انت قالت لها well i'm glad you are here انا فرحانة بانك انت هنا mister jason قال لها فؤاد لا please call me فؤاد لا رجان قولي لي قولي لي انا سيد سميني بسيد فؤاد بعدين فؤاد سأل لها what is your name ما هو اسمك سوزان قالت لي i'm suzan i'm suzan pleased to meet you انا فرحانة بشوفتك اللي هو كاتبها المفضل can you sign my book تقدر توقع الكتاب مالتي اذا حبايق قلبي مثل ما تشوف قدامك قرأينا هاي المحادثات اذا تلاحظ اكو شغلة طلاب الرابع الابطال اذا تلاحظ انا اعيد قراءة الجمل مرتين وثلاثة واربعة وترجم لك الكلمات هذا الشي رح يخليك قوي باللغة الانجليزية انا اقدر ما اقرأ المحادثات يلا بالاخير انت بالاخير راح تروح كوش ما تعرف قراءة المحادثات يخلي عندك لغة قوية تمرين اربعة صفحة 16 بالاكتفيتو بوك يقول ماتش دا بارت اربط الاجزاء اف دي كونفرزيشن هذا التمرين احنا تبني حليناه يقول التمرين هذا 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 التمرين اللي هو هذا وين دي قصد علي هذا وهذا وين حليناه قدامكم الاي اخذت اثنين والبي اخذت الواحد والسي اخذت الاربعة والدي اخذت ثلاثة هذا وين الحلق قدامك نجي على تمرين خمسة هذا تمرين خمسة قسما بالله العظيم انا سطرني بس هل تعتقد بان الجمل في الجمل الرابعة تعود الى المحادثات بأي وبي في اكسرسايز هناش قاعد يقول يقول هذا الحوار ايوبي هذا الحوار ايوبي هذا الحوار ايوبي هذا تشوف وين انتو هذا التمرين مالتنا هذا يقول هذا اكو علاقة بينه وبين هذا اكو ربط بيناتهم يقول يعني وين التشابه يعني قاعد يقول مثلا هاي الجملة هاي هذا التمرين هذا يقول الى ربط بهذا التمرين أكو ربط بيناتهم هذا تمرين نعم أكو ربط هو أصلا نفسي هو عبارة عن تكملة فهناش قاعد يقل لي قل لي أربطهم فأنا اش راح أقول له باوعلي اش راح أقول له راح أقول له المحادثة A conversation A هاي المحادثة A هاي المحادثة A هي اللي حت بيها بسام و سوزان واللي كانوا يعرفون بعض فلذلك قلنا عليهم الأي الحل هنا راح يكون A و C شن يعني A و C يعني المحادثة A و محادثة C محادثة A و محادثة C اللي موجودة بالستيوتينت بوك هي نفسها موجودة هنا تكملة البعض هي شا قاعد يقول لي ها تمام يعني محادثة A هي نفسها تكملة إلى هذا التمرين اللي هي A و C يعودون علي من علي من يعودون على نفس الشخص على سوزان أوكي ويقول هنا بعدين اش قال لي أي و C اللي هم اخذوا الحل اللي هم اخذوا الحل الاثنين و اربعة ويقول conversation B محادثة B هاي وان هي اللي هي بين فؤاد المؤلف وبين سوزان هذا أي يقول هي نفسها تكملة اللي B و D اللي هي هاي محادثة B تحتي لك نفس هاي قول بالضبط هي ايه هاي اللي هي B و D يعني B و D يحتيون عن فؤاد و سوزان أوكي و A و C كانوا يحتيون على سوزان وكانوا يحتيون على سوزان يهدوا لو انهم كانوا يحتيون على سوزان و و سوزان هاذا هي المحادثة استاذ شنو المطلوب من عندي انا احفظك يا طالب المطلوب من عندك تحفظ حل هذا التمرين ايه هذا التمرين المطلوب من عندك تحفظ هذا التمرين حفظ ايضا مهم كلش مهم معنى مهم يعني ممكن يقول لك وصل يعني ممكن يجيب لك هالله سوزان good to see you here at the fair how are things هاذي رقم C ويا من تاخذ الحل تاخذ أربعة all are good يعني هذا ممكن يجيك وصل يعني توصيل توصيلات ممكن يجيب لكياء توصيل صيغة السؤال بالامتحان يقول لك much هيت يجيب لكياء مخربط مثل ما هستهنا وما محلول يعني هذا ماكو حل انت اللي لازم تكتب الحل فلذلك لازم تكتب تحفظ كل سؤال والجواب ويا شو انا احفظ السؤال والجواب تكرار وإعادة تكرار وإعادة وإحنا نعرف دائما الانجليزي عبارة عن حفظ معاني واللي عنده معاني المستحيل راح يعاني فإذن خلصنا يا طلابنا الأبطال اليوم هذا درسنا إن شاء الله المحاضرة القادمة نكمل باقي الدرس نشوفكم بخير في أمان الله وحفظة اشتركوا في القناة